بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم خلاص هنبدأ دلوقتي فكرة محاضرتنا اللي هي بقت بحلمك الجرافيكي واللي احنا اتكلمنا عليها من شوية هنبدأ نعيدها تاني بهدوء خالص وبهدى عشان الكلام لو بيتأخر عند الناس هتلاهم يبهدى في الكلام شوية خلاص احنا اتكلمنا للفكرة بقت بحلمك الجرافيكي ده اكتهاد شخصي ما هو الا اكتهاد شخصي مني فلو اخطأت في حاجة الناس سامحني وان شاء الله لو في صواب الناس تتعيلي بالخير ان شاء الله تعالى ربنا يوافق الجميع بإذن الله فيها خلاص اللي اختلف معايا في المحاضرة دي هننتظر باختلاف وبحيث اللي الجميع يستفيد منها اي اختلاف او عدم اقتناع باي حاجة من اللي انا بقولها هنبدأ نتكلم فيها مع بعض بإذن الله تعالى خلاص بعد المحاضرة او في مدة الاسئلة بتاعتنا ان شاء الله تعالى خلاص هنبدأ نخش دلوقتي فكرة المحاضرة زي ما تكلمنا بنعيدها تاني فكرة المحاضرة فكرة المحاضرة جات من حاجتين من تجربة الشخصية لما دخلت في المجال اول ما دخلت في المجال حسيت الجرافي الجميل وكل حاجة فيه كويسة بس الموضوع كبير وغير واضح المعالم ما حدش خد بايدي علشان يوصلني اتعلم ايه ولا ادخل اني مجال من المجالات خلاص كده فدي اول حاجة فكرة المحاضرة اللي ما حدش رتب لي حلمي اللي انا احلمه ازاي انا رتبته بنفسي لحد يعني ايه ببركة ربنا يعني وتاني حاجة بعض الاشخاص اللي دخلوا في المجال بدأوا يتكلموا معايا على الجرافيك وعايزين التعلم والحاجات دي كلها فبدأت بارته الامور ما كانتش ايه واضحة معايا فدي فكرة المحاضرة جات من كده في حاجة بتحصل لنا كلنا او بتحصل للعديد للناس الكتير اللي بتخش المجال اللي هو في البداية بيخش المجال بنشاطه حيوية بعد كده شوية النشاطه الحيوية بيقله علشان بيتوه في المجال المجال في كتير المجال في 2D و3D المجال في رسوم متحركة المجال في تباعة المجال في تصميم ويب المجال في تصميم برمجيات كل الحاجات دي جوا مجال الجرافيك فالناس بتتوه جوا الحاجات دي كلها المجال في برامج كتيرة خاصة بالجرافيك فيه فوتوشوب فيه إلستريتور فيه إندزاين فيه 3D ماكس فيه مايا وهكذا والناس بتتوه فيه فبتبدأ ايه اللي النشاطه الحيوية علشان هي بتتعلم حاجات كتير نشاطها بيتقطع بعد ان تتكلم وغير أخير من فيضهر أن تتكلم بفوتو نمر حتى تبدأLaughs و يبدأ التوتو summer 您 لا يوجد تمام منتجara و يفضل موج эксперatu والتخراج السابق السابق أو حتى يصل لا أقوم أسمع لا أعترف كل هذا سيحصل لنا كل هذا يكون هناك نتيجة مت serious جدا بتحصل لنا النتيجة اللي في بعض الناس بتأجل حلمها لحلم تاني عايزة التفاقق في شغلها مش عارف ايه خلاص الشغل ده او المجال ده مش بتاعي انا رجل مش مبدع انا رجل ما بعرفش حاجة الحاجات الكلام اللي احنا بنسمعه كتير من الناس والجزء التاني اللي في ناس بتدي كارتة احمر لموضوع خالص يعني بيتطرد خالص يبقى فيه طرد للموضوع اللي انا مش هكمل فيه انا مش عارف اصلا هكمل في ايه فخلاص كده هو بيقتل حلمه في البداية اللي هو عايز يبقى مصمم جرافيك او صمم مياه خلاص احنا بنقول له لأ خلاص احنا بنقول له ايه لأ احنا بنقول له لأ ليه؟ علشان احنا عندنا النهاردة حاجة كويسة جدا هنعملها مع بعض اللي احنا عندنا هنرسم مليون درس ومليون امل للناس كلها خلاص ودي مش كلمتي على فكرة هنرسم مليون درس ومليون امل للناس كلها اللي بيتطميع له اللي احنا نعمل ترتيب لحلم الجرافك بتاعنا خلاص نعمل ترتيب لحلم الجرافك ازاي وازاي نرسم مليون درس وامل للناس عن طريق التالي عن طريق اللي احنا هنقسم حلم الجرافك بتاعنا لجزء اين جزء اساسي او مطلوب علشان تخش في الجرافك وجزء مجالات الجرافك هي ايه ونبدأ نتكلم وندردش مع بعض فيها بحيث اللي الناس تتخصص الناس تتخصص زي ايه بس هتديكم مساء قبل ما نخش في الموضوع المثال بسيط جدا اللي ملعب كرة القدم في كذا مركز في ناس هجوم في خط وسط في الدفاع في الجون وفي المدرب برا هل أنا ممكن أقوم بكل الحاجات دي أنا ممكن ألعب في كل حاجة في كل اتجاه بس أنا فين أنا مين هل أنا هجوم ومتميز في الهجوم هل أنا دفاع متميز في الدفاع هل أنا الوينجل يمين الشمال دي فكرة الجرافيك انت ايه في ملعب الجرافيك بتاعنا فاحنا هنتكلم دلوقتي عن حاجة بسيطة جدا او موضوع بسيط جدا في الجرافيك او بداية الجرافيك اللي احنا ردت بالحلم بتاعنا اللي مجال الجرافيك بينقسم لجزئين مجال الجرافيك مقسوم لجزئين مقسوم لرغبة ومقسوم لابداع ويعني ايه رغبة ويعني ايه ابداع دي اول جزئية في ترتيب حلمنا الجرافيكي او في ترتيب حلمنا لدخول مجال الجرافيك اللي أنا يكون عندي رغبة ويكون عندي إبداع وهنمسك حتة بحتة كده بالراحة خالص ونعرف يعني إيه الرغبة ويعني إيه الإبداع الرغبة مهمة جدا اللي هي تبقى رغبة طالعة من قلبك وحابب الموضوع اللي انت عايز تتعلم وتشتغل في المجال ده مش مجرد التسلية بمعنى مش مجرد التسلية يعني إيه يعني مش اللي انت هتجيب صورة وتغير فيها هتجيب وشة وتغير فيه في ناس بتحب تلعب كده خلاص؟ لا لو انت عندك رغبة صادقة في التعلم والعمل في المجال الجرافيك ده هيبقى دي أول جزئية في سلم حلمك اللي احنا نحققه أو في ترتيب حلمك اللي انت يكون عندك رغبة قويسة جدا خلاص؟ والرغبة القويسة دي هتساعدك اللي انت تتعلم قويس هتساعدك اللي انت تتدرب قويس على المجال هتساعدك اللي انت تخش المجال بقوة دي أول جزئية اللي هي الرغبة تاني جزئية الإبداع وده فيه اختلاف كتير اللي فيه ناس عندها وناس ما عندهاش وفيه ناس بتقول لنفسها أنا ما عنديش إبداع أنا مش مبدع أنا ما عنديش أي شيء بيقول إن أنا مبدع خلاص معي؟ لا أنا معاوم في الحتة دي معاوم في الحتة دي إزاي اللي أنا بقول اللي فيه ناس يمتلكوا الإبداع بالفطرة دي بتاعت ربنا دي خلقة ربنا هو مبدع فبتلاقيه عامل تصميمات واو رائعة عامل شغل حلو عنده أفكار حلوة عشان هو مبدع بالفطرة ودي الفرو الفردية بيننا وبين بعض بيننا وبين الأشخاص كلهم فيه واحد مبدع وفيه واحد مش مبدع إحنا بنلعب على حتة اللي مش مبدع دي أنا ما عنديش حد مش مبدع هو مبدع هو جواه كتير هو جواه حاجات كتيرة حلوة هو جواه إبداع كتير بس هو مش عارف يخرجه إزاي إزاي بقى نخرجه في مجال الجرافك لما جي خش في مجال الجرافك أنا محتاج إيه علشان أبقى مبدع إحنا ملناش دعوا باللي يمتلك خلينا في اللي لا يمتلك في اللي لا يمتلك ده خلاص ده اللي هو إحنا عايزينه كيف يأتي الإبداع أنا عايز أبدع في مجال الجرافك إزاي أبدع عايز أبدع في مجال الجرافك لازم أعمل حاجات مهمة جدا وأنا داخل جواه المجال أشوف أول حاجة تصميمات في جميع مجالات الجرافك عايز مثلا تصميمات في الفيديو أتفرج في تصميمات الفيديو في الطبعة والبروشور والفلاير اتفرج كتير في اليوفة الخارجية او الدور والاندور اتفرج في الانيميشن والرسوم المتحركة والسري دي اتفرج لازم يجي عندك فترة انت لازم تشاهد كتير تخش على مواقع تتفرج على تصميمات في الشارع تتفرج على تصميمات في معارض تجيب كتب بتتفرج على تصميمات فيها كل الحاجات دي كلها بتساعدك اللي انت تنمي التوتشات بتاعت الابداع عندك خلاص لازم تشاهد كتير تاني جزئية دي ودي ممكن ما تبقاش متوفرة عند ناس كتير اللي انت تتعلم او تلازم مصمم اقصى خبرة يعني سبقك في المجال تخش تتكلم معاه تشوف تصمماته يعني تبقى زي يتابع لي زي زمان كده لما كنا بنشوف اللي بيدرسه زمان في الحديث الشريف والحاجات دي كلها كان يتبع علم من العلماء يبقى معاه خلاص يبقى تابع للعلم ده بياخد علمه كده فانت بتبقى تابع لمصمم محترف من المصممين ولو انت عملت السرش على انترنت هتلاقي كتير ممكن تتبادل معهم المعلومة ويديك معلومة تشوف تصمماتهم يدوك نقد على التصممات بتاعتك ويدوك فكرة افكار والحاجات دي كلها فدي تاني نقطة في كيف يكون مبدأ خلاص تاني نقطة ودي مهم عندي اهم من النقطتين كمان اللي فاتوا السقة بالنفس اي واحد مننا ليس اقل ابداعا من اي شخص بس الفرق للشخص ده سبقه في المجال فخد خبرة فاسقلت ابداعه انت عندك لسه الخبرة مجدش فلسه الابداع صغير لازم تسقيه ماية زي الشجر الصغيرة او زي النقطة الصغيرة علشان الابداع يجي لازم سنة بسنة لازم يبقى عندي ثقة بالنفس ما تخليش حد يقولك انت مش مبدأ لا انا مبدأ بس ممكن يبقى الابداع بتاعي مثلا 10% ممكن انميه شوية بالطريقة دي وهكذا خلاص فالابداع مهم جدا اللي انا يبقى عندي ثقة في نفسي اللي انا عندي ابداع بس ممكن يكون نثبته صغير ممكن يكون نثبته قليلة فانا هزوده او هعمله اخر حاجة عندي عشان اوصل لتطوير الابداع والحاجات دي كلها عندي اللي هو التدريب الكثير واخص دورات في المجال المستحدث لازم اتدرب كتير لازم ادور على دورات لازم اخش دورات واحنا دلوقتي بسمنام ما شاء الله الدورات بقت الانترنت مجانة بتخش في منتديات لايه دورات اجنبية وعربي بتلايه يعني الموضوع المجال ما كانش زي الاول لازم تاخد دورات بفلوس لأ دلوقتي بقت العملية مجانة وبتلايه حاجات تعلمية كتير على الانترنت وتلايه التوتوريال وتلايه حاجات كلها وبتبدأ تشتغل معاك ايه حاجة كويسة وجميلة وكل حاجة تمام تمام فكل ده حاجات مهمة جدا عشان ابدع علشان ابدع علشان اخش المجال لازم يبقى عندي الرغبة وقالنا الرغبة بتعلم بجد تاني حاجة لازم يبقى عندي الابداع لو انا مش عندي الابداع بانميه ازاي بانميه بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ولازم يبقى عندي ثقة في نفسي جدا ودي مهمة جدا الناس لو لاحظت اللي انا قلت ايه مشاهدة الكثير بالتصميمات في مجالات الجرافيك شفتوا بقى مجالات الجرافيك دي ده الجزء التاني في ترتيب الحلم بتاعنا بمعنى ايه انا دخلت الجرافيك وانت هتقول لي يا عمه هتبدع يا عمه عندك رغبة طب ما انا مش عارف هبدع في ايه وهارغب في ايه لأ انت عندك رغبة في تعلم المجال وعندك الابداع اللي انت هتبدع في المجال بس ايه المجالات المجالات دي بقى اللي احنا هتبدأ اماكنك في الايه في ملعب الكورة انت هجوم ولا ادفاع ولا خط نص ولا جون ولا ايه بالزبط وهي دي المجالات اللي فيها اكتئات شخص شوية وفي بعض الناس مكتئدة اكتر مني في الحاجات دي مفصرها بتفسير اكتر مجالات الجرافك انا حددتهم كده في سبع مجالات ممكن يزيده وممكن يقله اول مجال عندي تصميم الاعلان والطباعة تاني مجال عندي تصميم المواقع تانت مجال عندي تصميم الوجهات الخاصة بالبرامج اللي بتنزل على الجوالات الجديدة زي الايفون والاندرويد والحاجات دي كلها وعالتابلت زي الايباد والسامسونج والحاجات دي كلها تصميم واجهات المالتي ميديا سي دي المالتي ميديا سي دي تاني حاجة تصميم منتج الأفلام والمؤسرات تاني حاجة تانية تصميم الرسوم المتحركة واخر حاجة تصميم 3D دي مجالات الجرافيك اللي عندي مجالات الجرافيك اللي عندي دي مهمة جدا علشان ترتبلي الحلم بتاعي لازم أتخصص في مجال لازم أعرف المجال اللي أنا هلاقي نفسي فيه في البداية كلنا بنخش في المجالات كلها كلنا بنخبط في المجالات وده اللي بيسبب لنا قلة النشاط واليأس اللي انت مش عارف تتخصص في ايه او المجالات غير واضحة معاك خلاص فاحنا النهاردة هنطرح المجالات دي ونبدأ ندردش مع بعض كل مجال ندخل فيه بايه او نتعلم في ايه او المجال ده ايه ايه وضعه او ايه موضوعه ببساطة ببساطة وانا عندي استعداد ان شاء الله هتواصل مع الناس بعد كده اللي عايز اتخصص اكتر او الحاجات دي كلها فهنمسك مثلا مجال التصميم الاعلاني والطباعة مجال التصميم الاعلاني والطباعة ده مجال كبير جدا وعليه شغل كتير وده كل الناس بتلجأ ليه علشان ده يخص بالمطبوعات الكتب خص بالموضوع بالمطبوعات خص بالبروشور خص بالفلاير خص بالحاجات دي كلها خص بالاعلانات خلاص فالتصميم الاعلاني والطباعة ده انا ممكن اشتغل فيه طب انا عايز اشتغل في الطباعة والاعلانات اعمل ايه لازم اتعلم مجموعة من البرامج لازم اتعلم مجموعة من الاساسيات مجموعة البرامج اللي انا لازم اتعلمها برامج تبقى خاصة بتعديل الصور انا مش هدي اسمع برامج ليه علشان الناس متقولش اللي انا هي البرامج دي لأ اي برنامج بعدل فيه الصور فيه برامج محترفة وفيه برامج على الاد خلينا في المحترفة فعندك برامج مثلا زي الفوتوشوب ده على اساسهم خلاص ده بيعدل في الصور عندك برامج خاصة بالفكتور اللي هي بترسم عشان لو هترسم شعار هتعدل على شعار الحاجات دي كلها في برامج جتير عندك الكوردرو عندك الحاجات دي كلها في برامج خاصة بتصميم المجلات والكتب لازم زي الاندزاين كل دي برامج خاصة لازم اتعلمها علشان ادخلت في المجال ده ولازم اتعلم حاجة تانية مهمة جدا اساسات الطباعة فصل الالوان ازاي الصور والرزوليوشن بتاعها عليا ازاي الحاجات دي كلها فكل مجال من ده انا هبدأ اتكلم فيه فانا اتكلمت في اول مجال عندي اللي هو مجال التصميم الاعلاني خلاص التصميم الاعلاني التصميم الاعلاني زي ما انتوا شايفين كده ده التصميم الاعلاني والطباعة وشغلها بسيط جدا اللي انا لازم اتعلم مجموعة برامج لازم اتعلم مجموعة من الاساسيات ومجموعة الاساسيات بتاعتي اللي هي اساسيات الطباعة أساسيات النشر إزاي أساسيات فصل الألوان علشان أبدأ أشتغل فيها فده أول مجال عندي فتح درعاته لينا اللي عايز يخش فيه خلاص كده تاني مجال عندي اللي هو تصميم المواقع وده ممتشر جدا دلوقتي وفيه شغل اللي انت بتصمم وجهات المواقع ووجهات المنتديات زي اللي انت بتشوفها خلاص بتبدأ تعمل تبقى عارف الموقع مقاسه كام في كام تبدأ يبقى عندك بعض الخلفية عن البرمجة بسيطة خلاص تبدأ تعمل خلفية عن تصميمات البرمجة خلاص تبدأ تعمل الشغل ده كله علشان تبدأ تطلع واجهات كويسة خاصة بالتصميم المواقع زي اللي انتو بتشوفوها دلوقتي تبدأ يبقى عندك عارف الزرائر بتتعمل ازاي فيه مرامب كتير بتصمم على نقصم طبعا الفوتوشوب برضو بيصمم المواقع بس يبقى لازم عندك درائف تصميم المواقع اللي انت مش هتاخد فوتوشوب بس لا لازم يبقى عندك فكرة عن الهتش تيميل لازم يبقى عندك فكرة عن السي اس اس علشان تقطع بالكود بتاعك والحاجات دي كلها ده تصميم البرمجة ده تصميم الايه المواقع لو انت عايز تعمل تصميم الوجهات المواقع وتبدأ تتعامل في فريق اعمل مع الناس اللي بتصمم المواقع علشان تدي المبرمجين فده تاني مجال عندي علشان ابدأ ارتب شغلي فيه خلاص كده تارت مجال عندي والمجال ده لسه منتشر حديثا بسبب حدثة الاجهزة الحديثة حدثة الاجهزة الحديثة زي زي التابلت وزي التليفونات المحمولة الجديدة اللي هي التوتش سكرين والحاجات دي كلها خلاص كل دي بتتطلب ليها برامج بتنزل عليها البرامج دي بيبقى ليها وجهات معينة وجهات معينة الوجهات دي أنا ببدأ اصمم الوجهات دي كجرافيك ويبدأ المبرمج يبدأ يشتغل عليها ويبدأ المبرمج يشتغل عليها يبدأ المبرمج يشتغل عليها اللي هو بيأخذ الوجهات دي مني ويبدأ يرفع البرنامج بتاعهم خلاص معايا كده فده ده مجال جديد جدا منتشر اللي انت تصمم وجهات الخاصة ببرامج ال موبايل والتابلت وفيه برامج كتير بتقدمه للوقات اللي انت لو هتصممها animisha متحركة او سابتة ممكن تصممها عن طريق الفلاش متحركة وممكن تصممها سابتة لو عن طريق الفوتوشوب والبرامج الخاصة بيه او ال ILLUSTRATOR والحاجات دي كلها خلاص كده فديه المجال اللي احنا بتاع تصميم وجهات البرامج والتابلت برضو ده خاص بالجرافك خلاص كده هناك تصميم واجهات المالتي ميديا و هذه منتشرة لديك سيديهات مالتي ميديا في السوق خاصة بالقرآن الكريم و الدروس التعليمية و خاصة بالشيئات دي كلها فتبقى محتاجة مجال جرافيك برضو خاص بيها اللي هي تصمم ازاي الخلفيات تصمم ازاي البطنز الزرائي اللي هتنزل عليها كل ده أنا برضو بشتغل بيها فأبدأ برضو كله بصممه و أبدأ أديل المبرمج الخاص بالمالتي ميديا بالمالتي ميديا سي دي و ده مجال برضو احترافي اللي انت بيبقى كل تخصصك اللي انت تصمم واجهات المالتي ميديا بتبقى عارف مأساتها كام بتبقى عارف الموضوع بتاعها ماشي ازاي الزرائر والحاجات دي كلها وبتبقى عندك دراعب المالتي ميديا فبتبدأ تطلع حاجات رائعة زي ما احنا بنشوف في السوق خلاص كده في عندي مجال تاني و ده مجال رائع دلوقتي المنتشر عشان انتشار القنوات الفضائية و انتشار السلمة والحاجات دي كلها اللي هي تصميم المنتاج الافلام والمؤثرات الخاصة بيه و ده احنا بندي عليه برعل دبلومه دلوقتي حاليا لم غير دبلومه شغاله خاصة بالموضوع ده خالص خلاص اللي هي ازاي يصمم munتاج الافلام والمؤثرات السوتي والمرئية زي اللي بتشوفوها في الافلام والحاجات دي كلها ازاي يعمل فيلم صغير ازاي يعمل كلبواية صغيرة خاصة بيه للشغل بتاعي لمشروع التخرج بتاعي لأي حاجة لأي حاجة إزاي أقدر أعملها فده تصميم ومنتاج ده مجال جديد جداً ممكن أقدر أدرس برامج منتاج فيه تصميم خاصة بيها أدرس برامج خاصة بالمؤسرات الصوتية بالمؤسرات المرئية عندي برامج كتير بقى زي البريمير زي الأفتر افكت زي الفاينال قد زي الأودايس كل البرامج دي زي الأودايشن خاصة بصوت كل دي برامج متخصصة عشان تدخل لك المجال ده عشان تدخلك المجال ده عندي مكان ثاني مهم جداً اللي هو تصميم الرسوم المتحركة وده ناس كتير عايزة تخش فيه ده ناس كتير برامج الرسوم المتحركة كان زمن المجال ده صعب كان زمن المجال ده صعب علشان محتاج لأنت لازم ترسم على ورق وتسحق بسكان للورق والهجات دي كلها دلوقتي بگى سهل الليه في برامج بقت سهلت عليك اللي انت ممكن ترسم الرسمة وتسحبها وده يبدأ تحرك جوه البرامج دي تعمل لها الحركة بتاعتها بسهولة زي الأنيمو زي برامج كتير خاصة بتصميم الرسوم متحركة بس لازم عشان أخش المجال ده أدرس إيه لازم أدرس فنيات الحركة فنيات تشريح الجسم خلاص علشان أنا أقدر أخش في المجال ده لو أنا عايز أبدع في مجال الرسوم متحركة ففنيات الحركة وفنيات تشريح الجسم بتديك الحركة زي بتشتغل علشان لما تيجي تعمل الرسوم متحركة تبع عارف حركة الجسم شغالة ازاي ميكانيكية حركة الجسم مش اللي أنا برسم وخلاص مش أنا برسم وخلاص بإيدي لأ ميكانيكية حركة الجسم بتساعدك ازاي تتصور الرسوم المتحركة بتاعتك كويس خلاص كده معايا كده فدي تصميم الرسوم المتحركة معايا آخر مجال عندي اللي هو مجال تصميم سلاس الأبعاد وتصميم سلاس الأبعاد ده حاجات كتير أنا ممكن أعمل تصميمات سلاسية الأبعاد للأفلام ممكن أعمل تأثيرات سلاسية الأبعاد ممكن أعمل تصميم سلاس الأبعاد معماري زي الديكوريشن والحاجات دي كلها ممكن أعمل تصميمات مطبوعات سلاسية الأبعاد فهتلاقي دلوقتي مجال سلاس الأبعاد ده دخل في حاجات كتير مجال سلاس الأبعاد بدأ يدخل معاك في حاجات كتير برامج كتير ممكن اتعلمه منه ممكن اعمل رسوم وتحركة سلاسية الأبعاد ده مجال برضه خلاص فهتلاقي سلاسية الأبعاد بيخدم معاك بيخدم معاك في برامج كتير بيخدم معاك في برامج رسوم وتحركة بيدخل فيها لو انت عايز تتعلم ترسم رسوم وتحركة سلاسية الأبعاد عندك في الماية عايز ترسم حاجات معاملية ديكوريشن والحاجات دي عندك 3D Max ممكن ترسم من عليه وهكذا فده مجال كبير جدا للي عايز اتخصص فيه عايز اتخصص بس هتخصص في ايه جزء منه لازم برضو يدرس فنيات او ميكانيكية سلاسية الابعاد يعني ايه سلاسي الابعاد اصلا فيه الكنسبت كده معاك في سلاسي الابعاد اللي انت لازم تعرف يعني ايه السلاسي وليس اللي انت تخش عايز اتعلم 3D Max عايز اتعلم مايا لا لازم اعرف التاتشات الاولانية خلاص لازم اعرف التاتشات الاولانية بتاعتنا التاتشات الاولانية في سلاسية الابعاد هي ايه انا عندي سلاسي الابعاد شكله ازاي الناس مشكلتها بتطوه في المجالات عدشان بتمسك مجال مجال بتخش في تعليم البرامج ما بتخشش في الاساسيات فكل مجال زي ما احنا وضحنا كده ليه اساسيات فدي اخر حاجة عندي في المجالات هاسبلكوا الاسئلة دلوقتي والمناقشة بس ياريت الناس تصبر على بعضيها في الأسئلة ياريت الناس تصبر في الأسئلة تصبر في الأسئلة ازاي السؤال عشان هقدر أجاوب عليه خلاص خلاص كده هنفتح الشيط دلوقتي الناس سؤال سؤال كده وهبدأ أجاوب عليه أنا المحاضرة بسيطة عارف اللي في بعض الناس عندها أسئلة كتير بس الناس ايه سؤال سؤال كده ونبدأ نشتغل مع بعض بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة